نعم في اليوم العاشر المشهد يمكن اختصاره على النحو التالي بعد الهزيمة المدوية للكيان الصهيوني يوم السابع من أكتوبر تلقى صدمة ميدانياً انهارت الفرقة فرقة الغزة في ساعات أصيب العدو بصدمة معنوية هائلة اهتز صورته زلزل كيانه فبحث عن صورة نصر وعن نصر سريع فكان الانتقام من الحاضنة الشعبية في غزة بهذا التدمير الممنهج سياسة الأرض المحروقة محاولة التهجير ففشل عسكرياً فيريد أن يعوض ذلك بقتل المدنيين والأطفال وتدمير المساجد والمستشفيات وإخلاءها الآن 22 مستشفى من المقرات الصحية طالب بإخلاءها وهذا ما بعضها هذا هو المشهد على الصعيد العسكري هناك ارتباك إسرائيلي بينما هناك ثقة لدى المقاومة قيادة المقاومة على الأرض مطمئنة درست كل السيناريوهات الجوية والبحرية والزحف البري المتوقع الذي يظنونه تخويفاً للمقاومة في غزة ولكتاب القسام الأجرح العسكري بينما هو تخويف لهم ولذلك هم في حالة ارتباك أيضاً في الصورة إسرائيل ظهر بالواقع العملي أنها كيام من ورق تخيل هذا التقاطر هذه الهرولة الغربية نحو إسرائيل غداً المستشار الألماني وزراء الخارجية وزراء الدفاع الأمريكي خلال أيام ربما يأتي بايدن يا الله يعني هذه إسرائيل اللي كانت تقدم نفسها ذراع الضارب في المنطقة اللي بتخوف الإقليم كله وهي الأداء الاستعمارية اللي تطمئن الغرب أنها وكيلة مصالحهم في تدمير هذه المنطقة وتخويفها وإخضاعها وإذا بها المقاومة في غزة مليونين وربع إنسان فلسطيني يحتضنون مقاومة عظيمة تقودها كتاب القسام يقودها رئيس أركان متميز على مستوى العالم الأخ أبو خالد محمد الضيف هذه تحتاج إلى أبريكا لكي تسنودها بل قبل قليل كنا سمعنا خبر الوال ستريت جورنال الذي يقول أن الجيش الأبريكي يعني أرسل ألفين جندي طبعا يقولون هؤلاء يعني مجرد خبرات واستشارة ولكن كما يفعلون في أوكرانيا إسرائيل تقول أيضا إن الهدف الآن